إذن في ظل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتعلق بالتعليق وسعوبة إعطاء تأشيرات دخول لأمريكا لمواطنية الدول العربية سيؤثر عليهم بعدة عوامل كالدراسة، التجارة وأيضاً الزيارة بالإضافة إلى السياحة اليوم سنناقش ما هي الحلول وأيضاً ما هي الخيارات البديلة لدى العرب للحديث عن الموضوع تنضم إلينا في الستيديو باحثة في القانون الدولي فاطمة عبود يسر صباح الخير فاطمة صباح الخير أستاذ فاطمة أهلين صباح النوم أول سؤال التوارد على الذهن لماذا هذه الدول بالتحديد دون غيرها؟ أول شيء بداية أشكركم على الاستضافة في البرنامج الجميل وموضوع جداً مهم حالياً المتصدر لأخبار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو قانون أو قرار تنفيذي يخص ورد في القرار التنفيذي على شكل حصر وليس المثال سبع دول عربية وإسلامية منها إيران، العراق، سوريا، ليبيا، السودان، الصومان وليمن فكانت واردة على سبيل الحصر وليس المثال معنى ذلك أن أي دول ورعاية دول ليست من ضمن هذه الدول لا ينطبق عليها القرار منطقياً وقانونياً طيب حتى لو يعني إحنا عارفين أنه هو القرار لا يشمل كل الدول العربية وكان محدد جداً في الجنسيات اللي هي ممنوعة من الدخول طيب بس هو يعني إحنا بطبعاً كعرب هل مفروض نخشى من مثلاً تعامل نوعاً ما يكون يعني مسيء أو أن يكون هناك تضييقات علينا من الناحية القانونية ماذا لنا وماذا علينا؟ أنا أتكلم عن الدول اللي هي غير مشمولة في قرار المنع طبعاً قرار المنع واضح هذه الدول ما حد من رعاياها يروحوا الدول الثانية إيش نعمل؟ من الناحية القانونية نحن ننظر للموضوع من الناحية القانونية البحثة المجردة معنى ذلك أنه لا ننظر بطريقة عاطفية للموضوع يعني مثلاً القرار التنفيذي الوارد هو كان الهدف الرئيسي منه حتى مذكور في القرار نفسه أن الهدف الرئيسي حماية الولايات المتحدة الأمريكية ومواطنيها من الجماعات الإرهابية معنى ذلك أنه سيكون هناك منع للمهاجرين من الدول المذكورة واللاجئين ومنع إصدار بعض التأشيرات هذا يعني أنه هناك مقابل هذا المنع هناك تشجيد تشجيد بمنع أو بمعنى أن التشجيد سيكون تشجيد على غير أصحاب التشجيد لأنه في النهاية المطلوب شو أصلاً في النهاية أن يكون فيه تعاون تعاون ما بين الإدارة الأمريكية بالدرجة الأولى مع الدول التي أصدر ضد رعاياها هذا القرار وبالدرجة الثانية مع الدول الأخرى أنه مثلاً تتعاون مع الإدارة الأمريكية في إعطاء معلومات حول رعايا معينين لأنه كيس باي كيس يعني مثلاً في بعض الأفراد قد يطلب مثلاً تشجيد أمني عليهم وهذا حق يعني لو ننظر من الناحية القانونية البحثة الاعتبارات الأمنية دائماً يغلب عليها عند النظر إلى أمن الدولة بمعنى ذلك مثلاً قد تصطدم القرارات الداخلية ومثلاً القرارات الوطنية للدول مع القوانين الدولية يعني أن الأمن يستبق للأمريكية نعم الاعتبارات الأمنية دائماً تغلب على الاعتبارات الأخرى أهمها الاعتبارات الإنسان أستاذة فاطمة أنت عرف أنه فيه جاليات عربية كبيرة في الولايات المتحدة حالياً وتحديداً من الطلاب من مختلف الجنسيات الجنسيات اللي هي محظورة اللي هي صدر بأمرها منع أو حضر وأيضا الجنسيات العربية الأخرى الطلاب إيش وضعهم اليوم اللي في أمريكا هنا أول شيء القرار توصدر معنى ذلك أنه في توضيحات أكثر ستصدر في الأيام المقبلة هنا الوضع المطلوب حاليا هو التعاون والتنصيق والتكامل ما بين الدول جميعا بحيث أن مثلا مثل هذه القرارات لا تؤثر بالسلب على رعاية الدول المحظورة والدول الأخرى بس لازم أن نطمن المشاهدين أن القرار يمس هذه الدول بالدرجة الأولى فقط حاملية الجرين كارد مثلا من أصحاب هذه الدول أو الدول الأخرى بالنسبة لحاملية الجرين كارد هم لهم حقوق المواطنين الأمريكان معنى ذلك أنهم لهم حقوق وواجبات حتى لو كانوا من ضمن السبع الدول؟ من هذه الناحية تحتاج مثلا معطيات أكثر وحيثيات أكثر للبث في هذا الموضوع ولكن حسب الحيثيات بوجهة نظر المتواضعة أن حسب الحيثيات والمعطيات في هذا الموضوع قد لا ينطبق عليهم هذا القرار ينطبق فقط على حاملين لأن حدد الجنسية ولا حتى الدين ما حددها حدد الجنسية جنسية الدول المحددة في هذا القرار فقط نرجع معلش لموضوع الطلاب هول الطلاب إيش يعملوا يسافروا هل يجاسفوا مثلا إذا سافروا بره الولايات المتحدة ممكن يرجعوا ممكن ما يرجعوهم يعني إيش ممكن يصير فيه دائما مثل هذه الأمور يكون السفارات الخاصة بهذه الرعاية هذه الدول هم اللي يعطون توضيحات لتصرف مثل هذه الأمور يعني الطلاب اللي موجودين حاليا في الولايات المتحدة مفروض كل واحد يروح يسأل في سفارته إيش رح يصير لأن فيه في السفارات في الولايات المتحدة الأمريكية فيها ناس متخصصين في التصرف مثل هذه الأمور يعني بحيث أن لا يحدث أي مثلا تعارض أو أضرار في المصالح المتبادلة بين الدول طيب هل ما عرف يعني هو ممكن سؤال يسأل الكثير أنه كيف نفذ هذا القرار بهذه السرعة مع أنه أوباما يعني أول ما استلم الحكم أمر بإغلاق سجن جوانتامو لم يغلق خلال ثمية سنوات كيف نفذ القرار بهذه السرعة هو نفذ نفس ما قلت ليش الاعتبار الأمني هو في المرتبة الأولى من وجهة نظري في الإدارة الحالية الأمريكية فدائما الاعتبار الأمني لما يتصدر يتم التنفيذ بدون أي بصورة مستعجلة لأن القرار الأمني أو الاعتبار الأمني له أولوية في جميع الدول فلما يصطدم مع الاعتبارات الإنسانية والاعتبارات الأخرى هنا تحدث الأشكالية هل تنصح رعاية يعني أو كل الجنسيات العربية اللي بيفكروا الذهاب للولايات المتحدة أنه يتأنو شوي يعني لأنه ممكن يصير فيه هناك تشديدات ممكن يصير فيه هناك بعض المضايقات هل هذا الوقت لسه مناء عادي يعني نروح أمريكا ولا الوقت أنسب أنه نستنى شوي نشوف أنا صار التخافي رجعوه ممكن في المطارات هنا لما يصدر أي قرار بهذه القوة تكون هناك بعض الآثار فلازم أن الواحد أول شيء يبحث عن التوضيح لمثل هذا القرار وما هي آليات تنفيذه وما ثم يتخذ إجراءاتها يعني نروح ولا ما نروح هو بصراحة يعني من وجهة نظري أنا أعتقد أن التأني والاستفسار أكثر وسؤال المختصين قبل الإقدام على أي خطوات مثل هذه الخطوات الخطيرة يمكن لسه القرار جديد يعني طبعا هو جديد يعني رح يكون فيه توصيحات أكثر بالضبط إحنا رح نواكب هذا الخبر وأيضا حثياته وتطوراته ودائما رح نجيب مختصين زي اليوم الباحثة في القانون الدولي الأستاذ فاطم عبود يسر شكرا جزيلا لنتواجدك معانا وعلى هذا الشيء شكرا لكم شكرا